اعزائي الطلبة والطلبات تخصص زخرفة وعلان اهلا بكم في احدى حلقات مادة تخطيط وادارة انتاج للصف التالي النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتعرف على احد المقايسات اللي احنا بنقوم بعملية حساب مساحتها وطبعا احنا قلنا في بداية تعريف المقايسات قلنا اننا لابد اننا يكون عندي قدرة على تخيل الشكل كمجسم اننا اتعرف على الشكل سواء كان مجسم على هيئة مكعب او على هيئة منشور سواء منشور رباعي او خماسي او سداسي او هرم اتعرفنا ايضا ازاي انا اتعرف على الشكل من خلال المساقط بتاعته المسقط الرأسي المسقط الافقي المسقط الجانبي بتاعنا لاي شك من الاشكال المجسمة اللي انا بينطلب مني اجيب مساحتها لديهانها فيما بعد باحد الديهانات المتنوعة اللي موجودة عندنا طيب عندنا النهاردة مقايسة هنبدأ نتعرف عليها بس قبل ما نتعرف عليها هبدأ اأكد لك ان في جزئية لازم احنا نكون عارفينها قبل ما حل اي مقايسة لابد قبل ما حل اي مقايسة يا جماعة اننا اتعرف على الموضوع موضوع المقايسة ليه اولا المقايسة عبارة عن شكل هذا الشكل اما يكون مجسم او ممكن يكون شكل مسطح طيب الشكل المسطح ممكن يكون طالب مساحته من وجه واحد يعني من جهة واحدة من ناحية دي مثلا وممكن يكون طالب يجيب مساحته من الجهتين يعني من ناحية دي ومن ناحية التانية طبعا لو هو عاوزه من جهة واحدة مساحته بتختلف لو هو عاوزه من الجهتين طيب دي نقطة يبقى انا بقرأ المؤيسة علشان اتعرف على هذه الجزء طيب والنقطة التانية بشوف المؤيسة هل في مقاسات موجودة في المنطوق ولا لا لان في بعض الاحيان يا جماعة احنا ببنلاقيش على الرسمة بعض اطوال للشكل ونفاجأ بالصدفة انها موجودة في المنطوق اللي هو موضوع المؤيسة يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اجد ان في المؤيسة مش موجود مثلا قطر لاحد الاعمدة قطر لقعدة احد الاعمدة اه ملقهوش في الرسم خالص ودور عليه مش لقيه واقول المؤيسة فيها خطأ لا في الغالب مبتبقاش المؤيسة فيها خطأ ليه لان ممكن يكون مديني الطول فين في الموضوع او في المواصفات مواصفات المؤيسة بيوصفالي هو عاوز يدهنها ايه وهيدهنها من الجهتين ولا من جهة واحدة ولا السمت من الداخل والخارج ولا من جهة واحدة الكلام ده كله بلازم اقرأه علشان اتأكد ان ايه المطلوب بالظبط ايه المطلوب بالظبط في المؤيسة طيب نبدأ نتعرف على المؤيسة متاعتنا بقول لي مؤيسة قوس نصر اول حاجة الموضوع الشكل الموضح عبارة عن المسقط الرأسي والقطاع الجانبي والقطاع الافقي والمنظور الهندسي لقوس نصر من المباني المواصفات بيوصف بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك تحضير زيتي على الجدرات من الجهتين او طالب من جهتين من الداخل والخارج وكذلك السمك السمك من الداخل ومن الخارج علما ان قطر العمود الاستواني شوف كاتبة هنا هون علما ان قطر العمود الاستواني قاف اللي هو القطر يعني بيساوي 26 من 100 ملمتر يبقى ما ننساش بقى ان قطر العمود من الدهولي المطلوب عمل كشف حصر الكميات بالمؤيسة مستعينا طبعا بالرسم والمنظور والابعاد الموضحة عليه بالمتر واجزاؤه علما ان قطر العمود الاستواني طبعا هو وضحه لي قادي المؤيسة قدامنا عبارة عن قوس نصر عاوز يجيب مساحته طيب لو احنا خدنا بالنا من قوس النصر هنجد قادي نصف دائرة وقادي هو محدد هالي هو واضحه ودي مستطيل ودي ايوه ساميه واحد بقول لي شبه منحرف ودي مستطيل وايضا ده ايه مستطيل طيب كويس وده اه من القطاع الافقي باين القعدة عبارة عن دائرة اه يبقى ده عمود استواني عمود استواني طيب كويس جدا طيب لو انا خدت بالي فيه هنا تخانة هي التخانة دي بتدل ان الجدار ده او القوس النصري ده له سمك له سمك يعني القطاع بيدل على ايه القطاع بيتخيل انه هو ااطع في الجدار ااطع في الجدار فتبص تشوف التخانة بتاعته طلع هنا كده وقطع فاحنا نشوف التخانة بتاعة القوس النصر طيب وده اللي هو القطاع الجانبي القطاع الجانبي برضه اطع بالطول اطع بالايه بالطول كده فاما اطع بالطول وضح ايه التخانة بتاعته طيب التخانة بتاعت من اعلى او بالعرض او بالطول اتخانة تلاتين اتخانة كام تلاتين يبقى سمك الجدار او سمك قوس النصر تلاتين كويس جدا يبقى احنا عرفناه طيب هو مش واضح التخانة بتاعته طيب هننشوفها كده وضحت هنا هي في المجسم للشكل وضحت المجسم للشكل اه دي التخانة من الداخل التخانة منين من الداخل طب ما من خارج منين اهو دي التخانة من الخارج طيب كويس جدا طيب يبقى انا عرفت الاشكال عرفنا ان ده مستطيل وعرفنا ان دي نقص دائرة وده شبه منحرف وده مستطيل وده ايه ايضا مستطيل طيب انا عندي اكثر من مستطيل طيب هنضطر نحط لهم رموز وبالتالي هنحط رموز للايه لجميع الاشكال علشان نريح نفسينا طيب نشوف اول حاجة طبعا زي ما احنا متفقين يا جماعة اننا ما باجي احل اي مؤيسة بحلها من اسفل لاعلى اول شكل عندنا اللي هو الجزء ده رمزنا ليه برمز ايه الف على شكل مستطيل اه يبقى الشكل الاول بتاعنا عبارة عن ايه مستطيل يبقى اول حاجة مستطيل المستطيل المستطيل مساحته بتساوي ايه الطول في العرض الطول في الايه في العرض طيب هو بيقول لي عاوز مساحته من الامام ومن الخلف يبقى عدد كام يبقى عدد اتنين يبقى عدد ايه اتنين طيب كده انا كتبت القانون بتاعي طيب وكتبت عدد المستطيل عدد الايه عدد المستطيلات اللي انا عاوز اجيب مساحتها طيب اما اخد المقاسات كده بالطول احسبها سبعين زائد واحد خمسة وعشرين زائد واحد عشرين جمعتهم مع بعضيهم اداني تلاتة متر كام تلاتة متر خمستاشر طيب والعرض بتاعنا بتاع المستطيل من هنا كده كام خمسة وستين من مية يبقى فيه خمسة وستين من مية طيب وعندنا طبعا العدد العدد كام اتنين طيب يبقى الناتج اللي هيطلع هينضرب في كام في اتنين هيديني اربعة متر وتسعة من مية متر مربع يبقى دي الخطوة الايه الاولى الخطوة الاولى اللي هو المستطيل الف المستطيل ايه الف طيب نيجي بعد كده عندنا ايه الشكل التاني اللي هو على شكل برضو مستطيل اه مستطيل ورمزنا ليه بالرمز به عدد كام عدد اتنين عدد اتنين فين هو في الرسمة اه guy اللي هو الجزء ده عدد اتنين طيب القانون طول في العرض طيب يبقى هنقول الطول بتاعه الطول بتاعه كام من هنا لهنا كام سبعين من مية سبعين من مية وعرضه كده كام عشرين من مية عشرين من مية والنتج اللي يطلع ينضرب في كام ينضرب في اتنين طيب نشوف كده المستطيل التاني مساحة المستطيل به برضو الطول في العرض عدد اتنين يبقى بنقول كام هنقول سبعين من مية في عشرين من مية وطبعا فيه اتنين هنا بتبقى مكتوبة في خانة العدد في الجدول بتاعنا يبقى سبعين في عشرين والنتج اللي يطلع ينضرب في كام في اتنين هيديني تمانية وعشرين من مية من المتر المربع طيب كده يبقى احنا جبنا الخطوة التانية طب الخطوة التالتة برضو مستطيل برضو ايه مستطيل اللي هو ده اللي هو ده اللي هو بنرمز ليه برمز ايه كيم بنرمز ليه برمز جيم برضو الطول في العرض عدد اتنين طيب عرضه كام عرضه خمسة وستين من مية طيب وطوله كام ستين من مية طيب يبقى هنضرب خمسة وستين من مية في ستين من مية والنتج اللي يطلع ينضرب في ايه في اتنين ليه لانه من الامام ومن الخلف طيب نجيب المستطيل ده اهو مساحة المستطيل ونقول عليه ايه جيم بيساوي القانون برضو لازم لكل خطوة نكتب في خانة الملاحظات القانون مش عشان هم زي بعضيهم يبقى نكتفي بخطوة واحدة لا لازم نكتب القانون طيب يبقى هنقول كام خمسة وستين من مية في ستين من مية والنتج اللي هيطلع هينضرب في اتنين طبعا هنحط الاتنين في خانة العدد هيطلع كام هيطلع بيساوي تمانية وسبعين من مية من المتر المربعة ده ناتج ضربية اه الاجمالي لمساحة المستطيل الواحد في عدد اتنين طبعا العدد بتاعتنا بتاعنا اتنين طيب يبقى احنا كده جبنا المستطيل التالت طيب يعني احنا جبنا المستطيل ده والمستطيل ده والمستطيل ده فاضل ايه؟ فاضل عندي شبه المنحرف اه طيب مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ مساحة شبه المنحرف بتساوي القعدة الكبيرة اهيه زائد القعدة الصغيرة اهيه فيه ايوه الارتفاع فيه ايه الارتفاع طيب فيه الارتفاع بتاعنا الارتفاع كام الارتفاع سبعين في الغالب يعني الارتفاع عبارة عن سبعين طيب يبقى بنقول ستين اللي هي القاعدة الصغيرة زائد مية وعشرين اللي هي القاعدة الايه الكبيرة على اتنين في عين اللي هو الارتفاع واحد سبعين بيساوي مساحة شبه منحرف واحد واحنا العدد عندنا كام اتنين يبقى هنقول مساحة شبه المنحرف اللي احنا بنرمز ليه بالرمز ايه دال بيساوي القانون بتاعنا طبعا قاف شرطة زائد قاف شرطتين على اتنين في عين اللي هو الارتفاع طيب العدد اتنين طيب القانون طبق نعود عن القانون بقى يبقى ستين اللي هي القاعدة الصغيرة زائد مية وعشرين القاعدة الكبيرة على اتنين في واحد سبعين اللي هو الارتفاع بتاع شبه المنحرف والارتفاع بتاع شبه المنحرف يا جماعة اللي هو قطر الايه قطر النصف دائرة اللي فوق ده ده القطر بتاعها طيب يبقى هنضرب والناتج اللي هيطلع طبعا ما ننساش الاتنين في خانة العدد ما ننساش الاتنين في خانة العدد الناتج اللي هيطلع هينضرب فيه اتنين يطلع لي تلاتة متر وستة من مية متر مربع كده جبت مساحة شبه المنحرف جده جبت مساحة شبه المنحرف فاضل ايدي الوقتي فاضل النصف دائرة النصف دائرة نصف دائرة من الامام ونصف دائرة من الخلف نصف دائرة من الامام ونصف دائرة من الخلف طيب نشوف كده الاول قبل نصف دائرة هنجيب العمود الاستواني اللي احنا قلنا عليه القطر بتاعه مش موجود على الرسم لو احنا خدنا بالنا في الرسم مش موجود بس كان موجود في المنطوق يبقى بالنسبة للعمود الاستواني الاستوانة دايما مساحتها بتساوي طه قاف عين مساحة الاستوانة طه قاف عين يبقى عاوزين نجيب الاستوانة بتاعتنا يبقى بنقول طه اللي هي اتنين وعشرين اه تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة في القطر كامل اللي هو كام اللي هو ستة وعشرين من مية في طول او ارتفاع العمود اللي هو من اول هنا لغاية هنا طوله كام اتنين خمسة وخمسين من مية اتنين خمسة وخمسين من مية طيب الناتج اللي هيطلع هنضربه في اتنين لا طبعا مش هنضربه في اتنين ليه لانه هو عمود واحد هو عمود ايه واحد يبقى المساحة اللي هتطلع هي مساحة العمود الاستواني الواحد يبقى هنقول مساحة العمود الاستواني بيساوي طه قاف عين نعوض بالارقام يبقى 3 و 14 من مية فيه القطر كله 26 من مية فيه الارتفاع 2 و 55 بيساوي الناتج 2 متر 8 من مية متر مربع والعدد طبعا واحد والعدد واحد كده يبقى انا جبت مساحة العمود الاستواني فاضل عندي ايه فاضل عندي السمك والنصف دائرة عندي السمك الداخلي والخارجي و نصف الدائرة وبعد كده هيبقى نشوف فيه تنزيل ولا ما فيش تنزيل طيب نشوف الكلام ده كده مع بعضنا ادي النصف ايه دائرة طيب هو نصف دائرة من الامام ومن الخلف من الامام ومن الخلف طيب نصف دائرة من الامام ومن الخلف يعني دائرة كاملة اه طب يعني انا ممكن اجيبه دائرة اه ممكن اجيبه دائرة طيب وممكن اجيبه نصف دائرة اه لو انا جبت دائرة يبقى العدد ايه واحد طب لو انا جبت نصف دائرة يبقى العدد اتنين طيب مساحة الدايرة بتسوي ايه طه نق تربيع طيب لو انا جبت على انه نص دايرة يبقى نص طه نق تربيع او طه نق تربيع على اتنين طيب يستحصل ان انا جيبه ايه هو جايبه ايه موجود في الرسم على هائلة نص دايرة طيب يبقى انت ما تلغبطش نفسك هاته على انه نص دايرة بس يبقى طالما طلبه من الامام ومن الخلف يبقى جيبه على شكل او على عدد اتنين على عدد ايه اتنين طيب هجيبه على عدد اتنين قطره مدهولي كام واحد وسبعين من مية طيب انا بقول طه نق تربيع اللي هو ايه مساحة الدايرة او نصه طه نق تربيع طب هو نق ده ايه نق اللي هو نصف القطر نق اللي هو من نصف القطر طب بفسه هو مدين القطر مديني القطر ومديني في القطاع الجانبي في البداية مدهولي مديني نصف القطر طيب انا مش شايف دلوقتي نصف القطر لكن مديني القطر القطر واحد خمسة واحد سبعين من مية طيب اما اقسمه هيديني كام خمسة وتمانين من مية خمسة وتمانين من مية يبقى نصف القطر بتاع الدائرة او نصف الدائرة كان 85 طيب نشوف الكلام ده بيقول ايه هنقول مساحة نصف دائرة طبعا العدد هيبقى تنين القانون بقى نصف طه نق تربيع نصف طه نق تربيع طيب نق اللي هو ايه نق اللي هو نصف القطر وقاف اللي هو ايه القطر طيب هو مديني القطر واحد سبعين طيب اما نقسمه ده خمسين ودي خمسة وتلاتين يبقى نصف القطر كام خمسة وتمانين خمسة وتمانين طيب يبقى انا عرفت نصف القطر طيب نعوض بقى العدد طبعا قلنا اتنين يبقى هنقول مساحة نصف دائرة اللي هي ايه بنرمز لها بالرمز ايه هي بتساوي النص بتاعنا في تلاتة اربعتاشر من مية في خمسة وتمانين من مية في خمسة وتمانين من مية طيب الناتج اللي هيطلع هندرب فيه كام في الاتنين هندرب في كام في الاتنين اللي محطوطة في خانة العدد هيدينها كام هيدينها اتنين ستة وعشرين من مية من المتر المربع دي ايه دي مساحة النصف دائرة من الامام ومن الخلف من الامام ومن الخلف طيب بعد كده فيه ايه بقى فيه السمك السمك بتاعنا هيبدأ يجيب السمك اي شكل في الدنيا انا علشان اجيب سمكه او المساحة الجانبية بتاعته ببساطة لاما اجمع الاطوال بتاعته كلها لو هي مستقيمة او طولية عدلة يعني اجمعها كلها وقوم ضربها في الارتفاع اللي هي التخانة او بنقول عليها ساعات السمك يبقى جبت ايه المساحة الجانبية او جبت السمك طيب اقدر المساحات او الاطوال بتاعتي كلها مش عدلة يعني زي عندنا الشكل هنا الشكل هنا فيه اطوال وبعدين عندي نص دايرة اه يبقى بجيب نص الدايرة دا طالما له سمك هيبقى نصف استوانة بجيبه لوحده والسمك الخارجي بجيبه لوحده اللي هو الطولي اللي هي الاطوال بتاعتنا طيب هنعمل ايه في الاطوال ببدأ اجمعها وبعد ما جمعها اضربها في السمك طيب وبالنسبة للنصف استوانة برضو بأضربها في السمك او بجيب مساحتها بضربها في الايه في السمك طيب والسمك الداخلي نفس الكلام طيب نشوف الكلام ده ادي اولا ادي السمك بتاعنا بتاع ايه بتاع النصف دائرة نصف دائرة بقى لها سمك او بقى لها تخانة اصبحت ايه اصبحت نصف استوانة اصبحت نصف استوانة طيب يبقى بقول هنقول السمك الف او واحد مساحة نصف ايه استوانة استوانة هنقول عدد اتنين لا عدد واحد السمك ماينفعش يبقى فيه وجهين هي تخانة واحدة مش تخانتين اتنين طيب يبقى القانون بتاعنا بيقول ايه نص طه قاف عين نص طه قاف عين طيب نعوض بالارقام نعوض بالايه بالارقام يبقى هنقول ادي النص في تلاتة اربعتاشر من مية في القطر بتاعنا اللي هو واحد سبعين في اتخانة او الارتفاع اتخانة او ايه الارتفاع يعني ممكن يبقى اسمها ارتفاع وممكن يبقى اسمها تخانة او سمك بتساوي كام تمانين من مية متر مربع ده ايه ده اللي هي اتخانة بتاعة ايه النصف اسطوانا ده اتخانة دي لانها هتدهن طيب كده انا جبت ايه جبت اتخانة او السمك بتاع النصف اسطوانا طيب نبدأ ننتقل للشكل التاني بتاعنا او السمك الخارجي السمك الايه الخارجي السمك الخارجي بتاعنا عاوزين نجيب مساحته عاوزين نجيب مساحة السمك الداخلي والخارجي طبعا بالنسبة للخارجي هنجمع الاطوال يعني ستين زائد خمسة وستين زائد خمسة وستين من ناحية التانية زائد تلاتة خمستاشر يبقى انا علشان اجيب السمك الخارجي بقول ايه مساحة السمك الخارجي بنيجي هنا في خانة الملاحظات وبنقول مجموع الاطوال مجموع الايه الاطوال طيب نجمع الاطوال كده عندنا ستين زائد خمسة وستين طيب نجمعهم هنا ستين زائد خمسة وستين زائد خمسة وستين من ناحية التانية زائد تلاتة وخمسة وخمسة هتساوي كام خمسة وخمسة من مية ده اجمال الاطوال اللي احنا قدامنا دي الستين من مية زائد خمسة وستين زائد خمسة وستين من ناحية زائد تلاتة وخمسة من مية جمعناهم لانه دول من الخارج اداني خمسة متر وخمسة من مية داني خمسة متر وخمسة من مية بعمل ايه بقول السمك الخارجي السمك الخارجي بيساوي الخمسة وخمسة من مية في خمسة من مية في عفونا تلاتين من مية بيساوي واحد واحد وخمسين من المية متر مربع ده السمك الايه الخارجي السمك الخارجي طيب نشوف السمك الداخلي من الداخل بقى عاوز السمك من الداخل هنبدأ نجيب السمك من الداخل زي ما عملنا في السمك الخارجي ان احنا جمعنا الاطوال بتاعته برضو السمك الداخلي بنجمع الاطوال بتاعته بنجمع الاطوال بتاعته مع بعضينا بحيث يدينا اجمالي اطواله يعني عندنا خمسة وستين زائد واحد اربعة وتسعين زائد واحد خمسة وعشرين زائد خمسة وعشرين زائد ايه سبعين من مية زائد سبعين من مية نجمعهم مع بعضينا خمسة وستين زائد واحد اربعة وتسعين زائد واحد خمسة وعشرين زائد خمسة وعشرين من مية زائد سبعين من مية هيددينا الناتج اربعة وتسعة وسبعين يبقى السمك الخارجي الداخلي بيساوي اربعة وتسعة وسبعين فيه ايوه اللي هو السمك بتاعنا او الارتفاع بتاعنا هيددينا واحد تلاتة واربعين من مية من المتر المربع اجمالي كل الحاجات اللي احنا جبنا مساحتها دي كلها بتحط بتتحط فيه الجدول في خانة تعرف بخان ايه الاضافية طيب كده المؤيسة خلصت لا طبعا فيه عندنا الايه التنزيل ايه هو التنزيل ده كل جزء مختفي ومش هيدهن كل جزء مختفي ومش هيدهن ببدأ انزله اطرحه اشيله ده لو هو مغطي على مساحة وانا جبت مساحتها يعني هو لو مغطي على مساحة وانا جبت مساحتها طيب ايه الجزء ده طب نشوف كده مع بعضينا في المؤيسة ايه الجزء اللي هو كان مختفي ومش ظاهر وانا جبت مساحته اه ده الجزء بتاع العمود انا ما جيت جبت التخانة اللي هي السمك جبت التخانة بتاعتنا بتاعة الجزء ده اللي من اعلى في المؤيسة من اعلى فين في المؤيسة جبت مساحته اه يبقى ده هيتنزل يبقى ده ايه هيتنزل طب ده ايه ده قاعدة العمود ده قاعدة العمود الايه الاستواني ده قاعدة العمود الاستواني طيب قاعدة العمود الاستواني ايه دائرة والدائرة مساحتها طهنق تربيع طيب القطر بتاعنا كام ايوه سمع واحد بيقول لي القطر ستة وعشرين من مية اه بس انا بقول طهنق تربيع اه يبقى نصف القطر اللي هو تلتاشر من مية 13 من 100 يبقى هنقول تنزيل قاعدة العمود الاستواني طهنق تربيع بتساوي 3 14 من 100 في 13 من 100 في 13 من 100 هتساوي الناتج 5 من 100 من المتر المربع ده اسمه تنزيل ده اسمه ايه تنزيل يعني بينطرح من المؤيسة بينطرح ايه من المؤيسة لأ ان ده الجزء ده مش هيدهن الجزء ده ايه مش هيدهن طيب اجمعني كل الخطوات اللي احنا عملناها لابد من حصرها داخل جدول طيب نشوف مع بعضنا الجدول دوت بيقول لي ايه ادي الجدول مسطر الجدول حسب خطوات الدهان مسطر الجدول حسب خطوات الدهان طبعا مراعي ان لازم البيانات تكون موجودة بيانات الجدول لازم تكون موجودة طيب بيانات الجدول لازم تكون موجودة ليه علشان انا لو ما عملتش الجدول وكتبت البيانات بتاعته مش عارف حل دي نقطة النقطة التانية في الامتحان اما اجي اعمل الجدول بتاعي لازم يكون كامل البيانات بتاعته لان انا باخد على تصطيرة الجدول بتاعتي ايه درجة بياخد درجة على تصطيرة الجدول بالتالي على البيانات الداخلية اللي في الجدول طيب في عندي بقول بالمتر المربع لزوب دهان قوس النصر بديهان ايه بديهان البلاستيك تحضير زيت لازم اكتب الجملة ديت عشان اوضح المساحة دي بتاعت ايه بالزبط طيب بعد كده عندنا مساحة المستطيل الالف الوحدة بالمتر العدد طبعا اتنين القانون الطول في العرض وببدأ اكتب البيانات جوه هنا ثلاثة خمسة عشر من مية في خمسة وستين الناتج اداني اربعة تسعة من مية تحط في خانة الايه الاضافية طيب نيجي للمساحة التانية او الشكل التاني مساحة المستطيل به العدد اتنين برضو القانون لازم اكتبه زي ما قلنا يبقى سبعين من مية في عشرين من مية الناتج بعد ما بيطلع بيدرب في اتنين اداني تمانية وعشرين من مية من المتر المربع الشكل التالت مساحة مستطيل كين برضو بالمتر المربع العدد بتاعه اتنين والقانون لازم يكتب وزي ما قلنا طول في العرض طيب بعد كده هنقول خمسة وستين في ستين الناتج اللي يطلع تمانية وسبعين من مية متر ايضا مربع مساحة شبه المنحرف تال عدد ايضا اتنين القانون بتاعنا قاف شرطة زائد قاف شرطتين يعني القاعدة الكبيرة زائد القاعدة الصغيرة على اتنين على اتنين في عين ستين القاعدة الصغيرة زائد واحد عشرين للقاعدة الكبيرة على اتنين في الارتفاع واحد سبعين ادتنا تلاتة ستة من مية متر مربع بعد كده مساحة نصف الايه الدائرة هي متر المربع عدد اتنين القانون نص القاعدة اللي هي نص في طه نق تربيع يبقى تلاتة اربعة عشر من مية في خمسة وتمانين عفوا في خمسة وتمانين اللي هو نصف القطر الاخر في طبعا النص بتاعنا اللي هيطلع او الناتج اللي هيطلع من هذه الضربية بيدرب في كام في اتنين اداني اتنين ستة وعشرين من مية من المتر المربع بعد كده مساحة العمود الاستواني وطبعا العمود الاستواني يعني على شكل الاستوانة يبقى القانون بتاعنا تهقاف عين او تهقاف في عين عدد طبعا النواحد يبقى تلاتة اربعتاشر من مية في ستة وعشرين اللي هو القطر قطر القاعدة في اتنين خمسة وخمسين اللي هو ارتفاع العمود الاستواني ادتنا اتنين تمانية من مية من المتر المربع بعد كده مساحة السمت هنجيب مساحة السمت قلنا الجزء الدائري الوحده اللي هو على شكل نصف استوانة يبقى بنقول مساحة نصف استوانة عدد طبعا واحد وهو لانها نصف استوانة يبقى بنقول القانون نصف تهقاف في عين نصف تهقاف في عين عود بالارقام نص في تلاتة اربعتاشر مية في واحد سبعين اللي هو القطر بتاع الاستوانة او نصف الاستوانة في تلاتين اللي هي التخانة او السمت ادتنا تمانين من المية تمانين من المية من المتر طيب خلاص كده هنجيب السمت الخارجي وقلنا عشان نجيب السمت الخارجي اللي هو الاطوال بنجمع اطوال الشكل بنجمع اطوال الشكل من الخارج بنجمع اطوال الشكل من الخارج وبعد ما نجمع اطوال الشكل من الخارج بنبدأ نضربها في السمت يبقى خمسة وخمسة من مية في التخانة بتاعتنا اللي هي تلاتين ادتنا واحد متر واحد وخمسين من المية من المتر المربع طيب بعد كده مساحة السمك الداخلي بالمتر المربع واحد وبرضو هنجمع الأطوال بتاعتنا والناتج من عملية الجمع الأطوال الصحيحة اربعة تسعة وسبعين بنضربها في التخانة بتاعتنا اللي هي تلاتين من مية ادتنا واحد تلاتة واربعين طيب بعد كده تنزيل قاعدة العمود الاستواني تنزيل قاعدة العمود الاستواني اللي هي قلنا عليها الدايرة واللي نصف قطرها تلاتة عشر من مية بنقول تلاتة اربعة عشر من مية في تلات عشر من مية في تلات عشر من مية وناتج هيطلع ست عشر تسعة وعشرين بعد كده هيطلع خمسة وخمسة من مية بتحط في خانة التنزيل بتحط في خانة الايه؟ التنزيل بعد كده بنعمل عملية جمع ليه؟ الاشكال بتاعتنا بعد ما جمعنا كلها طلع الناتج ستاشر اربعة وعشرين متر ستاشر متر اربعة وعشرين من المية متر مربع طيب ما ينفعش المساحة دي ان انا اقولها ليه؟ عامل علشان يدهنها فلابد انها تكون مقربة لعدد صحيح تقرب لعدد ايه؟ صحيح يعني عدد امطار صحيحة يعني كام؟ سبعتاشر علشان نقوم بعملية دهان المساحة بتاعتنا طيب علشان انا ادهن المساحة بقى جماعة زي ما تنولنا الموضوع ده حلقة الماضية واتكلمنا ازاي انا ادهن احد الدهانات علشان اعرف التكلفة فقلنا ان دهان البلاستيك او اي دهان لابد ان انا اتعرف على المساحة بتاعتي وبعد ما اتعرف على المساحة ببدأ ادهن المساحة بتاعتي او بكلف دهانها بقوم بعملية دهان المساحة علشان اعرف التكلفة الاجمالية سواء كانت سواء كانت بتاعتنا الخاصة ب دهان البلاستيك او اي دهان من الدهانات واعرف جملة الاجور واعرف اذا كان فيه ضميمة ارباح منصريات واعرف ايضا لو فيه اعمال اخرى انا هبدأ احسب الحزبة دي كلها وفي الاخر بضرب في الضميمة بتاعتنا علشان اعرف التكلفة النهائية للمؤيس طيب نشوف كده مع بعضينا فيه عندنا الجدول الخاص بالخطوات بتاعتنا اللي هي بتاعت دهان احد الدهانات اللي احنا اتكلمنا عنها احنا اتكلمنا عن دهان البلاستيك وجبنا خطوات دهان البلاستيك وتعرفنا ازاي احنا نعمل نجيب الكمية اللازمة نجيب كمية الخامة نجيب جملة عدد الايام لكل خطوة وعرفنا ازاي بنعمل عملية التقريب للخامة وازاي بنحسب جملة الاجور بتاعتنا وازاي بنتعرف على الضميمة الارباح ونسريات ازاي بنجيبها طب نشوف الكلام ده من خلال الجدول بتاعنا ازاي احنا بنتناول الموضوع ده ادي الجدول قدامنا زي ما احنا عارفين الجدول ده يا جماعة لابد ان انا اكون حافظ خطوات رسمه لابد ان انا اكون حافظ خطوات رسمه طيب خطوات رسمه هل بتختلف من جدول الاخر طبعا بتختلف بعدد خطوات الديهان بتختلف بعدد خطوات الايه الديهان طيب اما باقي الخطوات دي واحدة باقي الخطوات واحدة طيب احنا اتعرفنا ان هنا مفيش اعمال اخرى لكن ممكن يكون فيه مؤيسة اخرى فيها اعمال اخرى طيب هنشوف دي بالزبط ابدأ اجمع جملة الاجور وهبدأ اجمع جملة 8 الخامات ادي جملة الاجور ودي جملة 8 الخامات جمعتهم في خانة تعرف بجملة الاجور والخامات اهم قدامنا هنا طب لو في اعمال اخرى بتجمع معاهم برضو يبقى بقول هنا جملة الاجور والخمات والاعمال الاخرى ايضا طيب ماشي يبقى هنيجي بقى نجيب الضميمة الضميمة بيقول لي كام 32 في المية اه بعمل ايه بقى علشان اجيب الضميمة دي بضرب ال 32 في المية في 358 ونص ايه 358 دول اللي هي جملة ثمن الخامات وجملة الاجور يبقى انا علشان اجيب الضميمة ارباح ونسريات بيضرب الضميمة نسبة الضميمة في جملة الاجور وجملة ثمن الخامات يبقى تاني الضميمة حساب الضميمة بتساوي جملة الاجور زائد جملة ثمن الخامات والاعمال الاخرى الاخرى ان وجدت يعني لو كانت موجودة في نسبة الضميمة يعني ايه الكلام ده يعني انا هقول 388 88 و 50 ارش دول ايه دول جملة ايه الاجور والخامات فيه كام اللي هي 32 في المية 32 في المية او من 100 بتساوي بتساوي كام طليع لمبلغ 124 جنيه و 32 ارش اه يبقى انا عندي كده بقى ايه عندي 388 و 50 ارش ده جملة الاجور وجملة الخمان وعندي 124 و 32 ارش ده ايه ده المبلغ الضميمة مبلغ ايه الضميمة ارباح ونسريان طيب انا عاوز بقى جملة الاجور جملة هيبقى جملة الاجور زائد جملة ثمن الخامات زائد الضميمة جمعناهم مع بعضين هكده هتبقى اتنين تمانية علامة اتنين واحد خمسة يبقى النهائي الرقم النهائي للمؤيسة كام التكلفة الاجمالية ضميمة وتمن الخامات والاجور خمسمية واثناشر واثنين وتمانين ارش طبعا مش هينفع ان انا اقول للراجل اه او الراجل يديني اتنين وتمانين ارش هو هيديني المبلغ صحيح فالمبلغ صحيح هيبقى كام خمسمية و تلات اشر جنيه تقريبا ده كده يبقى احنا عملنا حساب دهان او احد الدهانات اللي هو دهان البلاستيك طب لو انا عندنا مساحة اخرى مساحة اخرى عاوز نجيب تكلفة دهانها بيقول لي اوجد تكلفة دهان مساحة مقدرها ايوة زي ما احنا اتفقنا قلنا ان احنا لازم نقرأ ايه لازم يديني المنطوق علشان ابقى اعرف المساحة اللي هدينا والدهان اللي انا هنفزه فمديني مساحة 123 متر مربع بديهان الكوارتز فوق الجدران فوق الجدران داخل طبعا ايه جدول حصر التكاليف اسعار الخامات مديني اسعار الخامات كيلو البلاستيك هنا ب27 جنيه والكوارتز ب30 جنيه وكيلو البوليش ب40 جنيه يبقى انا هنا مش خامة واحدة ده فيه اكثر من خامة يبقى انا مهراعي في الجدول وانا بعمله ان انا ايه احط الخامات بتاعتنا كلها اللي هو هيستخدمها بعد كده بقول لي اجر فريق العمل والمساعد العامل اليومي كام يعني في اليوم للعمال اللي شغالين كلهم اليومية بتاعتهم كلهم مجمعة مع بعضيها كام بعد كده بيقول لي نسبة ضميمة ارباح ونسريات 30% اه يبقى انا كده ادي الخطوة الاولى ان انا اريت الموضوع مديني مساحة 123 متر مديني اسعار الخامات مديني اجر العامل مديني كمان الاعمال الاخرى وبجانب ذلك الدامي الضميمة او نسبة الضميمة بتاعتي طيب فاضل حاجة اه سامع واحد بيقول لي اه جدول المعدلات لازم جدول المعدلات الله يعني في الامتحان بيجيب لي جدول المعدلات طبعا لازم يحط لك جدول المعدلات الخاص بالدهام يعني هتدي اندهام الدهام بتاعنا دهان كورتز يبقى جدول المعدلات خاص بديهان الكورتز هتدهن دهان بلاستيك يبقى هيجيب لك الخطوات او جدوى المعدلات دهان البلاستيك طب هتدهن بلاستيك تحضير زيتي يبقى هتكي جدوى المعدلات الخاص بديهان الايه البلاستيك تحضير زيتي طيب كده النقطة الاولى اتعرفت عليها ايوا ادي جدوى المعدلات جايب لجدوى المعدلات وجدوى المعدلات هنا بيقول لي ان خطوات الديهان عددها عددها اربعة طيب يبقى انا كده بنفذ على كل خطوة من الخطوات دي نفس المراحل السابقة اللي احنا قلناها ازاي نجيب الكمية اللازمة للخطوة وازاي نجيب كمية كل خامة وازاي نحسب عدد الايام وبالتالي اجمالي تمن الخامات والتقريب بتاعنا وفي النهاية بنجمل الضميمة على جملة تمر الخامات وجملة الاجور والاعمال الاخرى ونضرب المبلغ ده كله في نسبة الضميمة حتى نصل لاجمالي تكلفة المعيزة الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله اong اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تbes火 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمنى oyster